السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا كثير مننا يفتح الإيميل يلاقيه مملوء بالرسائل الدعائية أو رسائل المجموعات البريدية وهو لا يعرف كيف يلغي اشتراكه بهذه المجموعات طبعا الحل بسيط جدا تستطيع فعل ذلك بضغطة زر واحدة في البداية ندخل إلى متجر جوجل بلاي ونقوم بتثبيت تطبيق جيميل هذا هو تطبيق البريد من جوجل طبعا موجود في أغلب الأجهزة لكن إذا لم يكن في جهازك تستطيع تثبيته مجانا من المتجر بعد ذلك نضغط على فتح طبعا بعد أن ندخل إيميلنا في البريد يفتح بهذا الشكل طبعا تلاحظون أن البريد مملوء بالرسائل الدعائية من المجموعات البريدية لألغي اشتراكي في أي مجموعة مثل هذه الرسالة أضغط على الثلاث نقاط هذه في الزاوية هنا في الأعلى اليسار هذه الثلاث نقاط من هذه أنزل إلى الغاء الاشتراك ثم أضغط عليها ثم أضغط موافق لتأكيد الغاء الاشتراك ببساطة بهذه الخطوة تكون قد ألغيت اشتراكك في هذه المجموعة البريدية طبعا ننزل على الرسالة اللي بعضها أيضا مثلا هذه الرسالة دعائية نرجع نضغط على الثلاث نقاط في الأعلى هذه الرسالة مرة ثانية على الثلاث نقاط في الأعلى وتنزل هنا إلى الغاء الاشتراك ثم تضغط تأكيد كما تلاحظون هذه مجموعة بريدية e-sudan-googlegroup.com أضغط إلغاء الاشتراك كما تلاحظون كتب لي هنا في الأصفر لقد ألغيت اشتراك في هذه القائمة البريدية ثم ننزل إلى الرسالة التي بعدها مثلا سام موبايل رسالة دعائية مثلا من سامسونج من الثلاث نقاط إذا لم تجد في القائمة هذه في العليا إلغاء الاشتراكات معناته هذه ليست مجموعة بريدية رسالة دعائية نضغط على الإبلاغ عن الرسالة الغير مرغوب فيها حتى إذا أرسلوا لك رسالة في المستقبل لا تجدها في صندوق الوارد إنما تذهب إلى صندوق الرسالة الغير مرغوب فيها بهذه الطريقة ببساطة كما تجاهدون هنا رسالة أيضا من تليم لن نضغط على الثلاث نقاط في الأعلى أيضا ننزل إلى الإبلاغ عن الرسالة الغير مرغوب فيها بهذه الطريقة نكون ألغينا اشتراكنا بالمجموعات البريدية المزعجة وستشاهد أنه بريدك يبدأ لا يستقبل هذه الرسالة وتكون تخلصت من هذه المشكلة أتمنى أن يكون الدرس مفيد وأهلا وسهلا بكم